تسلم الممثل الأمريكي روبرد دينيرو من صديقه ومواطنه المخرج مارتين سكورسيزي النجمة الذهبية لمهرجان مراكش الدولي للسينما تكريماً لمسيرته الاستثنائية إنه شعور رائع عن سعيد لوجوده هنا والمخرج الأمريكي أنهل التو تصوير فيلمه التاسع مع دينيرو The Irishman لدي فيلم مع مارتي سيكون في الصلاة خلال عام وآمل أن يعجب الجمهور وقد شب دينيرو في الحي الإيطالي نفسه مع سكورسيزي في نيويورك وبرز في فيلم Mean Streets في العام 1973 وقد مثل في الكثير من أفلامه الرئيسية مثل تاكسي درايفر الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان في العام 1976 وريجينغ بول الذي نال عنه جائزة أوسكار في العام 1981